السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء فهذا الفيديو الجديد الذي تعلقنا بالتطبيقات الكتابية طبعا الأسم الأول من وحدة الثالثة المرجع ومرشدي في اللغة العربية القسم الخامس إذن العنوان كما ترون امتبه إدمان وسائل التواصل خطر على صحتك يرى بعض الباحثين أن الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي استخداما مفرطا رغبة في التسلية أو بحثا عن معلومات مفيدة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بنقص الانتباه وضعف طبعا في التفكير ومن أضرار الإدمان على مختلف وسائل التواصل تقليل تفاعل الأشخاص فيما بينهم ذلك أن الأشغال المستمر باستخدام هذه الوسائل هذه الوسائل به يصرف صاحبه عن التفاعل مع المحيطين به الذين طبعا يشعرون بالدجر فتفتر رغبتهم في التواصل معه مرة أخرى مما يضعف الدفء الاجتماعي حتى داخل الأسرة حتى داخل الأسرة نعم أشرح بعض الكلمات قلنا مفرطا مفرطا نعم هي مكثيرا طبعا مبالغا الزيادة على اللزوم إذن مفرطا مكثيرا أو مبالغا إذمان نقول أدمان يعني جاوز الحد أدام فعله أو داوم عليه داوم الإذمان يعني داوم عليه نعم السؤال الثاني يقول طبعا شي قلنا لماذا يستخدم الشباب الأنترنت لجعتوا للسؤال من الكتاب يقول لماذا يستخدم الشباب الأنترنت إذن يستخدم الشباب الأنترنت رغبة في التسلية أو بحثا عن معلومات مفيدة رغبة في التسلية أو بحثا عن معلومات وهي في النص هيا طبعا يستخدمون وسائل هذا. آآ طبعا آآ الباحثين هي رغبا في التسلية هي في التسلية وبحثا أو بحثا عن المعلومات المفيدة. آآ عن شو دابل السؤال ما هي الآطار السلبية للإدمان على الأنترنت. نعم ما هي الآطار السلبية على الإدمان من أضرار الإدمان على مختلف وسائل ماذا توقع تقليل تفاعل أشخاص من بينهم. تقليل تفاعل أشخاص من يعني يضعف الدفع الاجتماعي حتى داخل الأسرة. سنرى الإجابة هنا. آآ طبعا الآطار السلبية تقليل تفاعل الأشخاص من بينهم. مما يؤدي إلى ضعف الدفع الاجتماعي. طبعا حتى داخل الأسرة. نعم لماذا يكون الشباب المدمن على الأنترنت أكثر عرضة للأمراض. لماذا يكونوا أكثر عرضة حسب النص طبعا يكون أكثر يعني يؤثر على الجهاز العصابي ديالهم. آآ المقود ساعة طاولة آمن الحاسوب يؤدي إلى عدم استفادة أو التمتع من الهواء الطلق. يعني إراحة البال الارتياح النفسي. آآ آآ اقترحوا حلا مناسبا لجعل الشباب لا يدمنوا على الأنترنت. لكي لا آآ لا يدمنوا على الأنترنت. إذن خاص المراقبة من طرف الآباء. توجيهم إلى تنظيم الوقت. حصة للبات. حصة المراجعة. حصة القراءة القصص وهكذا. يعني ضرورة تنظيم الوقت. والمراقبة من طرف الأباء. وفي هذا الباب هذا يكون مراقبة صارمة. أشكل الفقرة الثانية. نعود إلى النص. ها هي. ومن أضرار الإذمان على مختلف وزائل التواصل. تقليل تفاعل أشخاص فيما بينهم. ذلك أن الأشغال أو الانشغال المستمرة باستخدام هذه الوسائل يصرف صاحبه أو يصرف صاحبه عن التفاعل مع المحيطين به الذين يشعرون بالدجر. فتفتر رغبتهم في التواصل معه مرة أخرى مما يدعف الدفع الاجتماعية حتى داخل الأسرة. إذن هذا هو الشكل عن بشو دابة إن شاء الله الصرف والتحويل. أحددوا نوع الفعل وأحددوا مصدره. أقفل استعذب نوما اجتهد تقاسم تربى حافظة. سنضعهم في الجدول الفعل نوعه مصدره. إذن عن بشو الإجابة. آية. أقفل طبعا رباعي. إقفال مصدره إقفال. أقفل استعذاب سداسي. استعذاب استفعال استفعال. نوما رباعي. تضعيف زيدا. تنويم. اجتهد خماسي اجتهاد. تقاسم خماسي تقاسم. تربى خماسي تربية. حافظة. طبعا فعل تلاتي. حفظ. دابعا بشو السؤال الثاني. أذكر كل فعل كل مصدر ونوع ما يأتي. إذن عدنا أذكر فعل كل مصدر. عدنا ضحكون وإنجاد استعلام تدروج نيل واطمئنان. إذن ضحكون فعل ضحكة. فهو تلاتي. إنجاد فعله أنجد رباعي. استعلام طبعا استعلام سداسي. تدرج. الفعل هو تدرجة. تدرجة فهو طبعا خماسي. نيل. فعل دياله نال. فهو طبعا ثلاثي. وأخيرا طبعا اطمئنان. فعل اطمئن. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. عدنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة وستة. إذا هذا سداسي اطمئننا. لان واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. ستة ضعيف. اه عنا بشيء دابا التراكيب. اه هنا عنا استخرجوا جملة فيها مفعول مطلق ونبينه طب نحده المفعول مطلق ونحيده نوعه. عدنا في النص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي استخداما إذن استخداما هو مفعول مطلق وهذا يؤكد فعل توكيد الفعل نوعه توكيد الفعل عدنا هذا الجدول هذا الكبير قالوا أن أكل طانو مجموعة من الجمال ثم نحدد مفعول مطلق ونوعه أكل الولاد اللمجة أكلا بطيئا تدور الأرض حول نفسها دورة في اليوم وثب القرد وثبت النمري اتصلت بكهياتي فيه انتصالا وقفز القط قفزات حدو مفعول مطلق ونوعه ها هما عدنا الجملة الأكل ولد اللمجة أكلا بطيئا أكلا فهو توكيد الفعل أكلا تدور الأرض حول نفسها دورة في اليوم إذن دورة هو مفعول مطلق وهذا عدد مرات وقوع الفعل يعني كدور مرة واحدة مرة واحدة دورة هنا جا ليبين عدد مرات وقوع الفعل وثب القرد وثبت النمري نعم هنا بياء وثبت وهي بيان نوع الفعل اتصلت بكهاتفين اتصالا اتصالا وهذا توكيد الفعل وطبعا عدنا هنا قفز القط قفزات يعني قفزات أكثر من وحدة إذن هنا بيان عدد مرات وقوع الفعل عمش يداب ان شاء الله المواليد يقول لنا أربط بسهم بين فعل مطلق ونوعه في مئتي شربت الماء شربان شربت الماء شربان العطشاني شربت الماء شربتين ونعطيه نوع بيان نوع الفعل ام بيان عدد مرات وقوع الفعل ام توكيد الفعل سنرى الإجابة إذن شربت الماء شربان هذا توكيد الفعل وشربت الماء شربة العطشاني بيان نوع الفعل يعني شربة العطشاني شربت الماء شربتين كم مرات؟ مرتين إذن بيان عدد مرات وقوع الفعل ايتي بي جمال طلب مننا جمال مثلا انطلق القطار انطلاق السهمي اهتزت بنا الناقلة اهتزازا انهزم العدو انهزاما اكلت في وجبة الغذاء اكلتين هذا انطلق القطار انطلاق السهمي هذا بيان نوع الفعل اهتزت بنا الناقلة اهتزازا توكيد الفعل انهزم العدو انهزاما توكيد الفعل اكلت في وجبة الغذاء اكلتين هذا عدد مرات وقوع الفعل قالوا انه مع العربي للشباب ان الشبابة ان الشبابة الشبابة يكون اسمه انه منصوب بالفتح الظاهرة على خيره ويستخدمون استخداما يستخدمون استخداما هنا مفعول مطلق منصوب وعلى متنصبه طبعا تنويل الفتح بالنسبة الاملة طلبوا معنا همزة المتطرفة اه نكبر الصورة هنا يا مبيناش مبتادي عب بناء بطيء بط موانئ يجرؤ سماء ميل هادئ لؤلؤ باداء شاطئ تكافئ وهكذا اذا عدنا هنا يا اه طبعا مالا اه شيء من شاء تنبؤ لجوع ناشاء جزء خاطئ هادو عدنا في كتابها الاجابات مو بتاديء المضط ريفة كنتزقه الحركة نديميه لي قبل منها عدنا القسرة ضونق عدناه مع اليه عب سبق على السطرРИب نائن الالف سبق ج reunitedhol igual السطر بط ي輕 nada السكون ستكون على السطح مواني اكسران. ستكون على الياء يجرؤه. طبعا الضمع يكون سماء سكون ميت ملون هادئون لؤلون. هنا عدنا بادة الفتحة الاليف شاطئ الكسران. الياء تكافؤ ضمع تباطؤ قرأ وملأ شيء من شاء التنبؤ لجوء هنا سكون ميت تكون على السطر. اخيرا ناشاء الفتحة الاليف جزء سكون على السطر وخطأ خطأ على اه الاليف او خطأ اذا اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة هذه. شكرا لكم على تتبعكم.